الرحمة الإلهية من التكبير إلى التسليم لا يشعر بثجاج الرحمة يدخل داخل قلبه فتكون صلاته حركات ظاهرة فقط وهذا يخاف عليه أنه قد يضعف إيمانه ولا يعظم الصلاة ولا يدخل إلى الصلاة بفرح ولا يسابق إلى الصلاة فيضعف إيمانه فيتمكن الشيطان منه فيبعد عن الصلاة أما إذا شعر بالرحمة تدخل إلى قلبه في الصلاة فإنه لن يترك الصلاة حتى لو قطع قطعة قطعة كما فعل أصحاب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحتى لو كان في آخر رمغ من الحياة فإن الصلاة ممزوجة بقلبه وروحي وتخطر على باله لذلك العلماء الشافعيون رحمهم الله تعالى أجمعين لقولون أن الصلاة لا يتركها الإنسان ما دام عقله موجودا حتى ولو كان في آخر رمغ في الحياة وفي آخر لحظات الحياة فإن لم يقدر على الحركات والكلام ولو حركات الراس فإنه يخيل لنفسه كأنه يصلي إذا دخل وقت الصلاة يصور نفسه أنه راقع بين يدي الله قائم بين يدي الله ساجد لله عز وجل ولكن لن يقدر على هذا إلا شخص تعلق بالصلاة وأحب الصلاة وما دامت لم تصل آثار الرحمة في الصلاة إلى داخل القلب يخاف على المسلم لأدنى سبب يترك الصلاة حتى لو أصابه حم أو حزن يسير أو قليل فأول شيء يثقل عليه الصلاة وهي حضرة الله وامحل قضاء الحاجات ومحل حصول الرغبات وبالأعظم من ذلك كله محل العبودية لله ومحل معراج الأرواح ومحل الشهود لله ومحل الشهود لله ومحل الشهود لله كما قال المصطفى محمد صلى الله The coolness of one's eye, the sweetness of one's eye as a chosen one, صلى الله عليه وسلم. He said, the coolness of my eye has been placed in prayer. This is the place of the repose of the chosen one, صلى الله عليه وسلم. Is that when anything affected him, or anything caused him distress, or anything caused him to be somewhat depressed, that he moved swiftly to prayer. That's why he said to our master Bilal, may Allah be pleased with him. Put us into a state of repose or ease, O Bilal. So the believer has to open up a corner of his heart to the point that he's able to feel the blessings of prayer. And if he's not able to feel this secret, then it is feared that he may be of those who grow in distance from prayer. Because he doesn't know its value, its weight. And he doesn't know that which has been hidden therein. ولا يشعر بماذا يدركه في السجود ولا ماذا يدركه في الركوع. And he doesn't know that which he's experiencing in prostration or whilst bowing. ولا يحس الفرق بين القيام وبين الجلوس. And he doesn't know the difference between standing and sitting. فإذا أدرك هذه الحقائق. But when he knows these realities, كما فعل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. As the chosen one صلى الله عليه وسلم did. عرف أن أعظم شرف له الصلوات الخمس. Then he knows that the greatest ennoblement that he has ever received are the five prayers. وأنها بطاقة المرور إلى الجنان. And they are our paths to paradise. وأن من وجدت صلاته كاملة. And whoever finds their prayer in its entirety. قُبلت وسائر عمله. Then every single other deed that he performs is also accepted. وأن من كانت صلاته ناقصة. But the one whose prayer is deficient. ردت وسائر عمله. Then the remaining acts are going to be refused. ولا تأخذوا من عمر الإنسان. من وقت الإنسان إلا شيئا يسيرا فقط. فمجموع الصلوات الخمس كلها لا تأخذوا ساعة واحدة من الأربع والعشرين الساعة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا الصلاة جماعة وفرادة في البيوت وفي المساجد في المزارع وفي الأسلاق في أي مكان إن كان حتى قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيد نبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما رأى الإمام البخاري ومالك في الموطأ يا أبا سعيد إني أراك تحب غنمك وباديتك قال نعم يا رسول الله قال فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وأقم للصلاة فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذين شيء من حجر ولا شجر ولا رتب ولا يابس whether that be trees or stones or that which is living or that which is inanimate dead إلا شهيد له يوم القيام بالإيمان except that it will bear witness that this one is a person of faith on the day of judgment وإذا كان الإنسان في صحراء and when somebody is in the desert أو مكان لا يوجد فيه بنيان or a place that is bereft of buildings وأذن وأقام وصلى and he makes the adhan and there after the iqam and there after praise فإنه يصلي خلفه من الملائكة then behind him praise from amongst the angels ما لا يعلم طرفه إلا الله عز وجل that which only Allah subhanahu wa ta'ala knows its extent هكذا ورد في الحديث عند عبد الرزاق عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم and that has been related by عبد الرزاق on the authority of the prophet صلى الله عليه وسلم وصلاة في الصحراء I'm praying in the desert or the wilderness أفضل من خمسين صلى is better than 50 prayers لذلك الصلاة حضرت الله عز وجل because the prayer is the presence of Allah وليحذر الإنسان and a human being should be aware من التكاسل فيها from being lazy in prayer فإنها ثقيلة because it is heavy فإن ترك فرض واحد and if you leave one يتمكن الشيطان منه one of those obligatory prayers the devil takes a grip on you ويسهل عليه ترك الفرض الآخر and then it becomes easy for you to leave another obligatory prayer وهكذا يرى الصلاة ثقيلة جدا and this is how you will begin to see prayer becomes extremely weary or heavy burdensome upon you ويراها كبيرة جدا and you will see that it is great أي difficult ويرا الوقت يمر بسرعة الآن صلى ويقوم يصلي يقول يكفي صليت قابل ذلك and you will see that look I've just prayed and I've got to pray again isn't it sufficient that I've just prayed a few moments ago وهو نوع العياذ بالله من أنواع الطرد من الله الله يبعده and this is a type of expulsion of Allah subhanahu wa ta'ala Allah is expelling him لكن إذا أحب الصلاة but when he loves prayer لا يرتاح إلا في الصلاة he'll only be feel at ease in prayer ويشتاق للصلاة and he will truly yearn for prayer ويدخلها بفرح وسرور لذلك نحن علينا أن نفرح أنفسنا بالصلوات ونتذكر دائما بأننا سندخل في حضرة الله عز وجل وأن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحضرة سيوالي علينا رحماته وبركاته وأننا مهما ندعوه من دعوة عز وجل فسيعطينا إياها في حضرة الصلاة and whenever we call to Allah subhanahu wa ta'ala regardless of what type of prayer this may be